اشتركوا في القناة 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 في حالته يروح لواحد أو اتنين. مش موجود خالص. لا لا افشا طبعا. وبعدين زي ما انت بتقول يا احمد الحقيقة هو طبعا يعني افشا اتعمل جوه النادي الاهل بشكل كبير جدا. الجمهية اللي حصلت في خلال الاخر موسمين دي افشا مقدارها بشكل كبير جدا. وبيحب النادي الاهل بشكل كبير جدا. طبعا اللي يمكن الحاجات الاشاعات اللي انت بتتكلم عليها يا احمد. احنا على طول كل ما بنكون بنفنش الموسم وخلاص. موسم الاشاعات. لا الاشاعات يعني كترت بشكل كبير جدا. لكن انا اعتقد احنا لعبتنا الحمد لله يمكن سيد عبا حفيز مدير الكورة والجهاز الفني الحقيقة يعني لا مسيطرين على كل الحاجات دي. اه الله دي الكلمة اللي انا سمعتها. اه طبعا. في اللقطة هدف افشا مبارح. اه طبعا. كورة جميلة جميلة. طبعا. من مكاسب من بارح خليني اقول لحضرتك برضو تكلم على شريف شوية دي له حقه. طبعا. 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 مجتهد لأقصى وابعت حد عنده اسرار بلون الفنيل الحامرة. طبعا. تحس العيب معدنه معدن النادي الاهلي. امبارح حط الهدف رقم 18. 18. وبكده هو تخطى رقم امادو فلافيو. واتعادل رقم المسجل باسم وليد ازارو. وفضله جول عشان يبقى جام بكابتن احمد بلال. وقدامه خمسة عشان يوصل للأسطورة كابتن محمود الخطيب طبعا. اعظم. هدافي النادي الاهلي فيه. بطولة دوري برصيد 23 هدف. بتشوف الموسم. وعلى رغم الموسم ده كان بدايته صعبة كمان بالنسبة لمحمد شريف. بتشوف محمد شريف السنة دي مع الاهلي ايه? ونصحتك لي ايه في في المتشاط اللي جاي. اعتقد ان محمد شريف في الموسم ده من افضل المواجمين اللي موجودين في مصر. ويمكن اه في مباراة في مباراة المقاصة الكورتين اللي لعبهم جابهم بالناغوت دربات دربات الرأس الحقيقة. اه واحدة فيهم الحقيقة كانت يعني طلع مثلا مترين. كريسيان رونالدو. اه. بالزبط. بالزبط. نفس نفس الكورتين دول بالذات او الهدفين دول بالذات يرفعوا من سعر الحقيقة محمد شريف بشكل كبير جدا جدا جدا. ده هدف ده هدفه في الانتاج. اه في ديجلة. اه. ده هدفه في ديجلة. اه فبرا. اي. اه. لا محمد شريف الحقيقة يعني اشادة كبيرة جدا جدا. لكن يمكن انا بقوله ان اي عروض احتراف. في الوقت اللي انت فيه حاليا دلوقتي. احتراف اوروبية يعني. اه. في الوقت اللي انت فيه وفي الفورما اللي انت فيها دي. لا. ما تفرطش في. ده جهول اللي انت بتقول عليك كبتر رمضان. ده بص ده. ده ماتش المقصف سويس. هدف يعني. على رغم الناس كتير جدا كبتقول حتى. انه ما بيلعبش دماغه. بالظبط كده. اه. 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 يعني. يعني. واضح انه. اه. لا. الكرة دي بالذات. يعني. انا مش هكلمك حتى على جول التاني. الكرة دي بالذات. لا. ده ايه الارتقاء دوت. وحاجة يعني. بصراحة. بهدف الاحراز الكريستيان. الحقيقة. شبيه ليه بالظبط. يعني. يعني. طالع واقف فوق. وحطيطها بدماغه. ده الجنين الزمالك الواحدة باليمين. اه. الشمال دي فاجأتني. يعني. 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 انا عارف انه هو بيشوت بيمينه كويس جدا. وبيحط بشماله. اه. لكن انه يشوت من حتة دي. من المنطقة دي. اه. قذيفة بالشكل ده برجله الشمال. وتروح كده. الحقيقة. هو. رجليل اتنين مع راسه. لا. مواصفات. طبعا. 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 اولا. رجليل اتنين. ومع الكرات العالية. او الهدفين اللي احرازهم. مع. انه هو كمان. يعني. حتى في التزديد. ممكن لعيب يكون بيعرف. يسدد كويس قوي. بس ما عندوش. ما بيخدش القرار. اي. هو بيخد قرار. يعني. الحقيقة. يعني. كرة اللي برجل الشمال دي. يعني. الطبيعي. ان اي حد يقولك. لا. انا اخترق. وهكمل لسة. او اعدلها على يميني. او اعدلها على يميني. لا. ده هو خد قرار. وبياخد قرار التزديد. بشكل صحيح. طوي جدا. طيب. اتكلم معك شوية. على مطش الاسماعيلي. لانه. واحد من المطشاط. صعبة. اللي دايما جمهور النادي الاهلي بيبقى شايل همه. يعني. الاسماعيلي فرقة محترمة. من الفرقة اللي بتلعب كرة حالوة طول عمرها. مطشاطها مع الاهلي بيبقى فيها مستوى من الديع يعني كبير جدا. وخصوصا انه نسخة الاسماعيلي. بتوقيع اهاب جلال مختلفة. طبعا. يعني. طبعا. في حالة فواءان. على مستوى النتائج. اللي عملها مع اهاب جلال. بتقول انه الفرقة. بتحاول ترجع للاسماعيلي درويش مصر اللي احنا عارفينهم من زين. شايف في مطش الاسماعيلي. ازاي. وايه هي مفاتيح فوز النادي الاهلي في مطش الاسماعيلي ان شاء الله. اولا. لازم نتكلم على الحقيقة ياهب جلال. زي ما تكلمت يا احمد. يعني. هو عمل سبع فوز متتالك. اي. يعني. اول ما مسك الاسماعيلي عمل سبع فوز متتالك. يمكن نقالهم طبعا. من صراع على الهبوط الحقيقة. لان هما دلوقتي بيبتدوا يفكروا ان هما يفنشوا بماركس. اي. الفرقة طبعا. اتغيرت بشكل كبير جدا. فنيا الحقيقة. ويمكن ان احنا لازم نعمل حساب المبارات دي. احنا يمكن. الحقيقة يا احمد. انت قلت حاجة دلوقتي. قلت ان احنا المبارات اللي جاية دي كلها ست مبارات. انا نعتبرها مبارات كؤوس. لان احنا محن نريش بدايل. اه ما فيش. لانك انت عشان تحصد البطولة. لازم تفوز في الست مبارات. صح. اعتقد ان دي من ضمن المبارات اللي احنا ان شاء الله بزن الله لعبتنا مركزين فيها بشكل كبير جدا. طبعا. انا بكلمك على اخر فورما الحقيقة اللي احنا قدينا بيها مبارات مبارات الحقيقة. انا في رأي ان احنا وصلنا الفورما عالية جدا. يمكن كان فيه في الفترة اللي فاتت. في الحقيقة كان فيه عندنا مشكلة دفاعية. مش دفاعية كافراد. قد ما هي دفاعية كمجموعة. لان انت كنت متفرط في مساحات كبيرة جدا في الملعب. وفي نفس الوقت خطوطك كانت بعيدة. يعني تلاقي مثلا محمد شريف وتلاقي مثلا حزين الشحات على 18 فرين منافس. وتلاقي مثلا المدافعين بتقعك على 18 بتاعك. فبالتالي دي حتة بطة الملعب دي. كانت بتدي فرصة لأي منافس بيلعبك. انه هو يلاقي مساحات وانه هو يختارك بسهولة. طب. اكلمك في ناحية دفاعية دي شوية. لانه يمكن يهمني اسمع رأيك فيها كابتر رمضان. يعني كل مدافعي النادي الاهر.